هالله فيكم حقا جدا من قصص مرعبة صراحة جدا مبسوط مع الحماسة اللي قاعد يصير بالقصص المرعبة وجدا متحمس الحماسكم اللي انتم تبون تخافون عشان كذا قررت كافأكم وخلي السلسلة فيها ثلاث قصص بداية القصتين فما غير طالة قبل ما نبدأ لا تنسون اللي يخاف لا يكمل ولا تنسون زروا اللايك واشتركوا بالقناة والحين خلونا نبدأ اول قصة معانا بعنوان فتاة المستشفى في يونيو عام 1972 ظهرت بنت فجأة عند باب مستشفى بكاليفونيا بثوب ابيض بالكامل ومغطى بالدم هذا بحد ذاته شي غير غريب بما انه مستشفى ويحصل دام انه فيه ناس يصيرهم حوادث قريبة وتجي لأقرب مستشفى لكن في شيئين اجبر الناس اللي شافوها انهم يهربون من شكلها المقرف والمرعب اول شيء انه ما كان تقدر تقول عنها انها انسان كان اقرب شيء لوصفها هو المانيكن او تمثال الملابس لكنها تملك براعة في الحركة وشعور بالانسان لكن الوجه كان غريب بدون اي حاجب وكأنها مصبوغة كانت البنت حطة قطة صغيرة في فمها والدم يقطر منها بعدين سحبت القطة ورمتها على الجنب وانهارت وملحظة انحيارها الى دخول المستشفى وحتى لين وصلت الغرفة خلال تنظيفها من الجروح وقبل ما يعطونها مسكن الالب كانت البنت ما فيها اي تعبير ولا اي حركة الدكتور قررنا من الافضل ان يتم ربطها حتى تجي الشرطة ولا عارضة البنت ولا قالت اي شيء ما قدروا يحصلون منها اي رد لاي سؤال وغلب الطاقم الطبي كان غير مرتاح بالنظر لها بشكل مباشر لاكثر من ثانية وفي اللحظة اللي قرروا انهم يعطونها المسكن هاجمتهم بكل قوة واثنين من الطاقم حاولوا تثبيتها في السرير وفي كل مرة تقوم من السرير بنفس النظرة بدون اي تعبير التفتت بعيونها للدكتورة ابتسمت واول ما ابتسمت حربت الدكتورة من صدمة المنظر في فم البنت ما كانت أسان طبيعية كانت طويلة ومحددة طويلة درجة انه مستحيل ما تسبب اي ضرر لفمها لما تقفل الدكتور انصدم المنظر وسألها مين انتي مستحيل تكونين بشر ما لاترأسها لحد انها كسرت رقبتها الى كتفها حتى تشوف الدكتور بشكل افضل وما زالت مبتسمة كان هناك صمت طويل حتى تم تبليغ رجال الامن وما ان انتبه الدكتور ان الامن كان قريب قربت البنت بشكل سريع للدكتور وغرزت اسنانها في حلقة وتركتها في الارض ينازع للتنفس ويختنق بدمها ووقفت البنت وقربت للدكتور وفي اخر لحظة حياته هامست باذنه انا اله عين الدكتور امتلت من الرعب وشافها بكل هدوء تمشي للامن وكان اخر منظر يشوفها حفلة من الدماء بسببها الدكتور الناجية الوحيدة سمتها عديمة التعابير وبعد هذه الحادثة ما كان فيه اي اثر للبنت قصتنا ثانية بعنوان ليلة هادئة تخيل انك جالس تشتغل على الكمبيوتر في ليلة هادئة طبيعية والتلفزيون يشتغل وتشوف المعلق وهي يقول نتائج مباراة الفريق اللي انت تهتم له والاخبار تتعلق بالرياضة مثل اي اوم عادي وتتباح اخبار عن السياسة اللي ما تنتهي مثل ما تعودنا وانت على وشك انك تروح النوم ترجع لاخبار وتتكلم عن هجوم ضخم صار في مدينتك بسبب هروب الكثير من المساجين قتلى ومجرمين يثرون في كل مكان في انحاء المدينة ويمشون بكل حرية في المنطقة وفجأة تسمع صوت مخارج البيت وتنزل راسك بسرعة من الخوف من ان يشوفك احد وتطف في التلفزيون والكمبيوتر وكل انارة البيت عشان ما تلفت انتباه احد وبكل بطل تمشي عشان توصل للدور الثاني وتوصل للباب الزجاجي للبيت وتستعجل وقالبك تزيد نبضاتها من الخوف توصل للدور الثاني وانت بطريق كل غرفتك تشوف من الشباك اشخاص تمشي بكل بطل الى باب بيتك تقفل باب الغرفة وتقفل الشباك وستاير وتتخبف السرير وتغطي نفسك ببطنية تدفن نفسك من الرعب وتبكي بصوت خفيف وتتمنى وتدعي ان هذا الشي انت بسرعة وتطمن نفسك في كل مرة لكن في شي مزعج في راسك وتكحس انه في شي غلط وبسرعة البرق توقف وانت تسمع شي فاللحظة عرفت اكثر شي مرعب وحقيقي ممكن تتخيله فهمت اخيرا ايش كان الشعور الغريب اللي كنت حس فيه اختبرت الرعب الحقيقي بانك ما قفلت باب البيت قصتنا الثالثة بعنوان الرجل المشرد اعيش في مدينة اوساكا باليابان وعادة اخذ القطار عشان اروح للعمل في كل صباح وفي يوم الايام وانا انتظر القطار لاحظت رجل المشرد واقف في زاوية محطة القطار يتكلم مع نفسه في كل مرة يمرج شخص جنبه وماسك كاس في يده وكاننا واضح انه يطلب فلوس مرت من جنبه امرأة سمينة وسمعتها يقول خنزير استغربت وقلت بنفسي هذا المشرد جالس يهين الناس ويتوقع انهم يعطونا فلوس في اليوم التالي وصلت المحطة بشكل مبكر وقرأت اني اقضي بعض الوقت بجنب الرجل واسمع واش يقول رجل ضعيف وطويل يمر من جنبه ويقول بقرأ فكرت قلت معقوله بقرأ هذا الرجل ضعيف جدا على انه يكون بقرأ وبعد دقيقة مر الرجل سمينه بجنبه وقال بطاطس بطاطس كنت متوقع ان اي شخص سمين راح يسميه خنزير وفي هذا اليوم وانا في العمل ما قدرت وقف تفكير بهذا الرجل المشرت تصرفاته غريبة وكلامه اغرق حاولت افك شفرة الكلام وحاول القى نمط معين لطريقته لكن ما قدرت ممكن عنده قدرة خارقة يمكن عنده القدرة انه يعرف عن حياة الاشخاص في الحياة السابقة لان في اليابان الكثير يمنى ان الانسان كان يعيش في جسد مختلف في حياة مختلفة مرت الايام وفكرت في طريقته وبديت اصدق بان نظريتي صحيحة دايما تمر علي ناس يناديهم بمثل ارنب او خروف او حتى اسماء فواكة وخضروات قرأت اني اسهل ان باب الفضول وقبل اقرب من عنده مر شخص طويل واضح ان رجل اعمال وقال المشرد انسان كنت في نفسي انسان ما قدر اناقش في هذه النقطة اكيد هو انسان وصلت للمشرد ونظرني وقال خبز عدت فلس سألته هل عني قوة خارقة المشرد ابتسم وقال ايه نعم عندي قوة خارقة قدرة امتلكتها من سنين لكنها مو مثل منظم انا ما اقدر اقول للمستقبل او اقرع اقول الناس او اي شي من هذا القبيل سألته طيب اي شي قدرتك رد علي قدرتي اني اعرف اخر شي اكل الشخص انضحكت عليه وصعبت انه صحيح لانه قال خبز لما قررته منه وهذا صحيح اخر شي اكلته هو خبز على الفطور ابتعت انه وانهز راسي من بين كل القدرات الخارقة هذه القدرة ممكن تكون افشل قدرة ممكن يحصل عليها لكن فجأة في شي ضرب فراسي تذكرت حاجة جدا مهمة هل لاحظتم الرعب في هذه القصة؟ وهذه كانت القصص المرعبة مثموعدتكم جبت لكم ثلاث قصص مرعبة اتمنى تكون عجبتكم واتمنى ان شاء الله انكم تخفتوا فعطونا رأيكم بالحلقة تحت في الكومنتز وايضا لا تنسون تدعمونا بالاشتراك واللايك للفيديو كما معكم فانت الشيحة يعطيكم العافية مع السلامة